وشعوركم الصادق وإحساسكم بمعنى الأخوة في الدين والأخوة في الله والأخوة في كل ما يتعلق بإحياء ما فيه قوة للإسلام وعز للإسلام فحضوركم ومجيئكم وكلامكم الطيب حقا يجعل فينا آمالا جديدة ويعمل في نفس كل المسلمين الذين حضروا هنا أن للإسلام قوة باقية دفينة إذا تحركوا في إحياء هذه القوة إن شاء الله سيجدون أنهم أحسن من غيرهم وأقوى من غيرهم ولكن ما دمنا نعيش خارج التاريخ خارج أنفسنا ونعمل لتاريخ غيرنا فإننا حقا سنظر دائما هكذا ضعفاء في الظاهر ولكن أقوى في الباطن لأن القوة لله تبارك وتعالى إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ونرجو أن نفقها جميعا كلنا جميعا أمة واحدة أمة كما قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فلنعمل جميعنا على تحقيق هذه الوحدة الإسلامية وهذه القوة الإسلامية وكل شيء ممكن ولكن برجال أقوياء يستطيعون أن يقدروا المسؤولية نرجو الله تبارك وتعالى أن تكونوا أول قدم في نيجريا لتحقيق هذه الغاية للإسلام وللمسلمين وللأمة المحمدية في كل مكان جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا سيد الوزير كلمتكم طيبة وهذا يومكم لأنكم انطردنا في هذا اليوم أن الأمة الإسلامية يمكن جمعها في شيء واحد يمكن جمعها إذا صدق فيها العزم وتمنى كما تمنى سلفهم الصالحون في تقوية هذه الأمة وتوحيدها لابد أن الله سيتب لكم نجاح لأن من كان لله كان الله له كما يقولون في المسأل العربي جزاكم الله خيرا ونرفع الجلسة وإن شاء الله تعودون بأمان إلى بلادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته